اهلا بكم هنتكلم النهاردة عن الفلاتر في شطرستوك وده حيكون اخر درس يدينا في منصة الشراء وبعد كده ان شاء الله حندخل على منصة البيع الفلاتر ليه هي الفلاتر الفلاتر هي ادوات مساعدة بتساعدك في عملية البحث ومتشغال على الموقع عشان تسهل عليك عملية البحث بتطلع لك الصور زي ما انت عايز وزي ما هي في دماغك بالزبط ادق الاشياء اللي انت عايزها بتلاقيها بس عن طريق الفلاتر عشان نصرع الوقت تعالى ندخل على طول ونشوف ايه مميزاتها وازاي نشتغل عليها لو جينا وبحثنا عن اي شيء وليكن حنبحث على هيطلع لي كل الصور الخاصة بالتعليم طلع لي منها الصور والايكونز كل شيء الفلاتر بتظهر لي على طول اول ما بعمل البحث بالشكل ده في القائمة اليمين ديت لو ضغطت على كمة فلترز اللي فيه ديت تقفل خالص لو ضغطت عليها تاني بتفتح لي القائمة بتاعتك طبعا هنا الصورت بتاعي الصورت باي ديت هو بيقول لك انت عايز ترتب الصور بتاعتك اللي هتظهر في نتاج البحث على حسب النهاية تكون الصور الجديدة اللي لسه محتوى جديد لسه نازل على الموقع هو اللي يظهر لك الاول ولا الحاجات اللي ظهرت قبل كده بس ظهرت اكتر من مرة ومباعت ومشهورة ايا كان انت بتختار اللي انت عايزه فخلينا احنا نختار من هنا الحاجة الجديدة اللي لسه نازلة بعد كده بيقول لك هنا انت تختار هنا النوع بتاع المحتوى اللي موجود انت عايز كل الصور على بعضها ولا عايز فوتو بس فوتو بس زي كده صور طبعية ولا عايز فيكتور حاجات رسومات زي كده لأ انا عايزه ادور على الصور لان دي هي اللي تهمني فانا هكتب هنا اديني صور فمعنى كده ان انا باقول له ايه ان انا باقول له ما تحدد ليش كل الصور حدد لي بس الصور اللي انا عايزها لو تلاحظوا هنا اي فلتر انا هضغط عليه من هنا هو هيظهر لي هنا لو محتاج ان انا ألغي في اي وقت انا ممكن اعمل علامة اكس من هنا يلغي لو تلاحظوا برضو ان انا قبل ما اعمل اي حاجة في الفلتر نتاجي البحث هنا داتني ان فيه 7.440.440 صورة بتتكلم على على التعليم لو انا بدأت اعمل كده واضغط على فوتو وظهرت لي هنا الفوتو ديت طلعت لي بقيت كام 4.330.000 معنى كده ان العدد قل من 7.000.000 ل 4.000.000 يعنى فيه تقريبا فيه حوالي 3.000.000 صورة 3.000.000 صورة دول قالهم ليه لان هم عبارة عن بقيت الاحتمالات اللي هي فيكتورز والستيليشن فمعنى ان انا كل ما هحدد هو هختار فلتر معين من هنا كل ما العدد حيقلل ليه لان هو بيفرزهم ليه هو عنده مكتبك بهيرة وبيبدأ يشوف الافكار او الحاجة اللي انا عايزها او مطلبات بتاعتي ويبدأ هو يفرز 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 لحد ما يطلع لي الحاجة فقط اللي انا عايزها بعد كده اليونانتيشن بتاعي هو بيقولك انت عايز الصورة بتاعتك تكون طويلة vertical ولا horizontal ولا بالعرض فيه صور ساعات بتتاخد بالطول وفيه صور بتتاخد بالعرض فانا محتاج الصور مثلا اللي بتاخد بالعرض لاحظ معي الرقم اللي هيكون هنا انا اربعة مليون فانا هقوله انا عايز الا بالعرض بس بقى ثلاثة مليون واصبح هنا عندي ان انا الفلاتر بتاعتي ببحث على حاجة اسمها education يعني تعليم صور فقط وبالعرض بعد كده الكلر انا ممكن اكون مسلا محتاج صورة معينة بالوان معينة مش عايز ابعد عنها مش عايز يكون فيها حاجة تانية يعني انا محتاج صور معينة بلون او background معين مش عايز يكون فيه الوان كتير او انا كنت عايز لون احادي لون واحد بس هو اللي يكون موجود معايا في الصور فانا لو عملت هنا وقلت له انا عايز مسلا اللون ده شوفوا لو تلاحظوا ان كل الصور اتغيرت وقلبت لي باللون ده ليه لان هو خلاص فنزلي كل الصور اللي موجودة عنده وطلع لي بس الصور اللي بايلة ليه اللون اللبني ده طب لو انا قلت له لا انا مش عايز ده انا عايز الاحمر هيعمل لي ايه شوفوا غيره لي من فوق اهوت وشوف الصور هنا ونتاج البحث طلعتلي ازاي اي حاجة فيها تعليم بس رايحة بقى للورانج والاحمر والالوان النادية لو انا احتجت كل الوان وانا مش حايمة بعمل الخيار ده بضغط على ال اكس دي او بشيلها من هنا يعني لو انا كنت عملها احمر هنا فبعمل اكس هنا واشيلها او بضغط على ال اكس دي على طول بيجي لي كل الالوان انا عايز بقى الصور اللي موجودة دي فيها افراد الاشخاص انا ضغط بيقول لي انت عايزها عايزها مع الاشخاص هي اصلا اردي بتيجي مع الاشخاص او عايزها بدون اشخاص حايجيب لي كل الصور اللي مفيهاش صور مفيهاش اشخاص الحاجات دي كلها مرتبطة بايه جماعة الحاجات دي كلها مرتبطة بشغلنا اللي جاي ان شاء الله في منصة البيع في حاجات كثير جدا واخنا منحط الصور بتاعتنا احنا مش منرفع صورة وخلاص لا احنا منحط الصورة بتاعتنا ومنحيقها تهيئة معينة عشان تظهر لي في نتاج البحث بطريقة كويسة وتظهر لي هنا في في الفلاتر بتاعتهم عشان احنا منتكلم في ملايين الصور موجودة في الدثابيس بتاعتهم هنا فانت عشان تظهر من ضمن الملايين ديت لازم تعمل او تهيئ الصورة بتاعتك بطريقة كويسة وهي كلها مربوطة بقيمة الفلاتر ديت و بمحرك البحث بتاعهم فحنتكلم عليها ان شاء الله في حلقة تانية ولكن النهاردة خلينا بس نربط ان كل التكلب اللي هنتكلم فيه النهاردة ده استعداد لمنصة البيع طيب انا لو قلت انا محتاجه اجامعه مع الاشخاص انا عايز صور تكون مع الاشخاص بتتكلم على وعايز تكون صورها بالعرض فاي حاجب هالي بالشكل ده كمان انت ممكن كمان تحدد انت الاشخاص بتوعك عايزهم منين عايزهم برازيل عايزهم سود عايزهم صينيين افرقا عايزهم في اكتر بحيه ده عايزهم يابانيين عايزهم ميدل است يعني بمعلق صح انت بتحدد في اي منطقة في العالم انت محتاج صور الاشخاص دي او محتاج الاشخاص اللي تكونوا ظهرين في الصورة فجيات حياة كويس فهو طبعا كل ما بتحدد كل ما بيفلتلك يعني انت لما جيت مسلا هنا عملت على الميدل است طلع لك 12000 صورة اه لو رحت مسلا على البلاك تشوف حتى هنا تلاحظ ان البشرة اللي طلعت بدأت تطلع بشرة البلاك لو تلاحظوا هنا لازم هتلاقي في الصورة حد فيها اه اسمران البشرة طبعا الاحتمالات ساعات بتبقى يعني بتبقى فيها بعض من عدم الدقة ودي بتبقى راجعة لآآ البيعين وبيقوم طبعا ادارة الموقع دايما بفلترة الموضوع ده وبتزبيته طبعا البيعين ساعات بيدخلوا يكتبوا اي كلام ويتلاهم عشان خاطر يضطوا الصور وخلاص وده بيتأسع عليه بعد كده زي ما قلنا ان ده عشان ده مرتبط بدأ ومنصة البيع مرتبطة والشرة فبيظهر بعد كده لغبطة في محرك البحث ولكن بتتعدل على طول وبيتعمل تحذير لالبائعين لانهم يلتزمهم بالتعليمات بتاعتهم طبعا هنا بعد كده بقى هنا السن يعني ان اخترت انا عايز الصور مع الناس وعايزها كمان تكون من اي بكان او من اي منطقة في العالم وكمان عايزهم اطفال ولا شباب ولا كبار السن انا عايزها اطفال احدد لي هنا اطفال وصلت لعشر تلاف طب ده انا عايز كمان ميل ولا في ميل انا عايزها اولاد ولا بنات ولا تنم مع بعض لا انا عايزهم بس في ميل مثلا شايفين البحث بدأ يقل ازاي بدأ تجيب لي الصور اللي موجودة كلها فيها بنات فيها بنات فيها بنات تمام لحظوا ان انا وقف هنا على البلاك على البشرة السودة غير لما يكون شايل خلص البلاك هيجيب لي البنات والاطفال كمان انا عايز اقول احدد كام واحد انا عايزه في الصورة فانا قلت هنا انا عايز واحد بس فاذا حايزه لي بس الصور كلها اللي فيها شخص واحد هتقول لي ما هنا فيه ناس لا هنا الفوكس على مين هنا البطل مين هو الشخص ده فاحنا بنتكلم هنا على الشخص البطل بتاعنا وهو شخص واحد لو جيت هنا قلت اتنين انا عايز اتنين في الصورة شخصين في الصورة. طب انت هنا هتقول لي انت تكون تطالب اطفال. اوكي. ما انت طالب اتنين. مش لازم اللي اتنين يكونوا اطفال. المهم ان فيها طفلة. لازم هتلاقي فيه طفل. وحتى برانطط تلاتة. هنشوف مع بعض. هيطلع لي تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة. شايفين? كل مكان هيطلع تلاتة. بعد كده. ممكن اختار كمان على حسب الاقسام اللي هي محدودة عن طريق الموقع سواء اكل والضعاء واكل وشرب سواء سواء فاشن سواء 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 اختار على حسب الاقسام ولكن انا باحتمش بالنقطة ديت بالذات لما بصف الحاجة بتاعتي كويس بيكون احسن انا لما عملتها هنا انيمال هو بيظهر لي تعال راجعه بقى بيظهر لي هنا دي المعادلة بتاعتي التعليم اطفال معهم انيمال وبنات وصور بس وهم ثلاث بنات وهوريزنتل يعني بالعرض وطبعا مع اشخاص شوف النتائج البحث هنا بقت كم بقت 9 حطيت فلاتر كتير فاذا كل انا بفلطر اكتر كل ما بتقل نتائج البحث كل ما بشيل فلاتر كل ما بيزيل نتائج البحث انا طالع عندي 9 من كم من اصل 311 مليون طالع لي 9 صور بس من 300 مليون ليه لان كل ما بحدد اكتر كل ما بيتزيد عندي احتمالات النقص بتاعت الصور لانه بيحدد لي بالزبط اللي انا عايزه طب لو انا شلت انيمال انا مش عايز انيمال من هنا عايز مولي يكون مثلا فود انت كده حددت اكتر فقد لعلك 95 صورة لو بتلاحظ هو بيجيب لك كل الصور اللي هي علاقة بالتعليم مع الاكل لان انت طالب هنا اكل وانت فوق اصلا الانصر الرئيسي بتاعك هو التعليم فانت تلاحظ ان هنا الام بتعلم بناتها الطبخ ولازم يكونوا ثلاث اشخاص وبنات هنا البنت بتزاكر ومامتها بتطبخ هنا الولاد بيطبخهم او بتعلموا الطبخ هنا برضو نفس القصة ففيها تعليم وفيها بنفس الوقت اكل وشرب واضحت طيب تعالوا ناخدوا حاجة تانية السيارات مثلا هو نيجي نقول له انا عايز هنا كار اي كلمة انا عايزها انا ممكن اكتبها وقول لي الجديد اللي اللي استنازل وعايز صور برضو وعايزها بس هورزينتل اللي بالعرض سيب لي الالوان زي بها هي عايز بس ليكون معها البيبل الاشخاص شوف بدأت بقى الدنيا كده تظهر هيط بدأت اي حاجة فيها لا علاقة بالسيارات مع الاشخاص شوف هنا عامل النظافة مع السيارة هنا شوف الشخص ده قاعد بيسيو السيارة الطفلة في السيارة الولد في السيارة اي حاجة لها علاقة بالسيارة حتى الميكانيكي اللي بيصلح الاجزاء بتاعت السيارة او المطول بتاعت السيارة موجود شخص بيصلح سيارته اي حاجة مع السيارة طيب لو جيت هنا قلت وزود بيبل تعال نجربه هنا يبقى المفاوض انه هتلع لي ايه هتلع لي بس عربيات بدون اشخاص لو تلاحظ بها اي حاجة لها علاقة بعربيات ولكن بدون ما يكون فيه اشخاص لا انا هنقول لها انا عايز اشخاص ومش عايز احدد المكان وليكن انا مثلا انا عايز مثلا الصين شينيز فهتلاحظ هنا ان كل الصور اللي طلعت لك اشان اعاسية الصين اهوت كلها الصين شايفين يسوا باعلك كده كل الصفحات اللي موجودة كله صيني 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 ولها حلاقة بالعربيات لها انا حسبها مفتوحة وهلغي موضوع الصيني ده عشان يبقى قدامي اعمليات البحث كتيرة ومفتوحة طيب انا عايز العمر هنا احدده عايز احدد العمر هنا وعايز اقول الناس الكبيرة في السن اللي لها حلاقة بالعربيات شايفين ايه اللي حصل جابولي العواديس بس حطهم لي مع العربيات طبعا ده مش هنا بس ده عندي هنا وعندي تحت وعندي صفحات تانية وعندي 22 صفحة موجودين نقدر نشوف عدد الصغر اللي موجودة في البحث من هنا اهوت 2178 لو جيت هنا واعملت على ستين نحظوا اعملت على خمسين اعملت على تبعين ملحظين اعملت على تلاتين اعملت على عشرين انتوا ملحظين ايه اللي بيحصل ان الاعمار بتختلف فهو بيجيب لك يا اما عايز اطفال يا اما عايز شباب يا اما عايز من عمر اللي هم عمر العشرين عمر التلاتين الاربعين اما عايز كبار السن على حسب ما انت بتختار على حسب ما بيجيب لك الاعمار اللي بتكون موجودة داخل السيارة او داخل العربية انا عايز هنا بنات بس فعايز هلي بس كل البنات اللي لها علاقة بالسيارة عايز بس اولاد هنعكس هيجيب لي بس الاولاد او رجالهم اللي كلهم موجودين بس هنا انا عندنا دي اهو شوف ده غلط ليه بقى برضه عشان تبقوا انتم برضه عندكم فكرة هنا البايع حط في الكيوورد بتاعته او المكلمات الدلالية ماشي حاجة فيها ومن حاجة فيها بنت فمحرك البحث فهم ان الصورة دي فيها بنت انا بس بديكم نبزة بسيطة صغيرة خالص بس عشان تعرفوا السبب هنا بعد فترة بتلاقي الكلام ده كله تشال من هنا وتفلتر تاني كويس وتشال منه الحاجات دي وبيجي ايميل للبايع عشان خاطر يلتزم بالكيوورد عشان ما يلقبطش الدنيا في عملية البحث للناس هنا انا عايز بس الصور اللي فيها شخصين اي حاجة مع عربية مع شخصين عربية مع شخصين بعد كده انا ممكن هنا اضغط على كيوورد معين واكتبه اختار مساحة او جودة انا عايزها بالصمت تلتمية دي باي واحنا قلنا تلتمية دي باي دي باي يعني ايه يعني ريزليوشن بريزليوشن تلتمية او بمية وخمسة او بخمسين او ممكن تتبقى بالانش او بالبكسل فانا عايزها بالسانتي فاقول له انا عايز الصور اللي حجمها كام سانتي في كام سانتي تمام وبحس لعنا وبكده نكون احنا اتكلمنا بسرعة على موضوع الفلاتر خلصناه نبدأ ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله وازن الله ان احنا نبدأ ندخل ونتكلم على منصة البيع هنبدأ باول حاجة وهي طريقة التسجيل من الالفياء هنعمل فيها حساب جديد للناس اللي كانت بتكلمني في ناس كتير كلمتني عن الموضوع ده وقالت لي ان في عقبات بتوقف معهم وهم بيسجلهم فاحنا ان شاء الله بازن الله هنعمل الموضوع ده مع بعض في الحلقة الجاية بازن الله اشوفكم على خير واي استفسار واي شي انتو بحتاجينه التواصل كله موجود في الدسكريبشن بتاع الفيديو شكرا ليكم اشتركوا في القناة